ونحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي الذي يتبدى بعالم متعدد الأخطاب كنتيجة لحيمنة الغرب المجرد من المبادئ والأخلاق والأصدقاء والشركاء وكأن شيئاً لم يكن يلقي بشار كلمته أمام رؤساء الدول العربية بعد 12 عاماً من حربه ضد السوريين الدول العربية رحبت به مشيرة أنها تأمل في إسهام ذلك في دعم استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي وفق البيان الختامي للجامعة بينما عبر الرؤساء العرب عبر كلماتهم على ضرورة الحل السياسي في سوريا كان اجتماعاً مقززاً هكذا يصف رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون القمة العربية بحضور بشار الأسد بينما قال السيناتور الأمريكي جيم ريش إن السوريين يستحقون أن يحاسب الأسد لا أن تلتقط معه الصور فيما أشارت الخارجية الأمريكية أن سلطة الأسد لا تستحق العودة إلى الجامعة العربية وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رد خلال بيان الصحفي عقب انتهاء أعمال القمة العربية قال فيه إن بلاده تتفهم وجهة نظر الولايات المتحدة لكن الوضع القائم بسوريا غير قابل للاستدامة وكان يجب الحوار مع سلطة الأسد الاتلاف الوطني السوري اعتبر أن استقبال بشار الأسد لحضور القمة العربية مكافأة له على ما اقترفه من جرائم بحق الشعب السوري وتجاوزا لتضحيات السوريين لأكثر من 12 عاما وتناسيا للضحايا الذين ينتظرون تحقيق العدالة عدالة طال زمن انتظارها ولكن لم يفقد السوريون أملهم في تحقيقها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة